حلقة من حلقات اللغة العربية بس مش حلقة عادية دي مراجعة للة امتحان يعني حد نتكلم على القاهرة وامتحانات كتير او امتحانوها من مبارح واول والكلام ده وفي جيزة وبعض المحافظات يا أستاذ حاتم وقبل ما رحب بك انقلت المحافظات اهلاً أستاذ حاتم اهلاً أستاذ صيدنا احنا عاوزين انها حلقة تبا سريع جداً لان احنا مع اولادنا ساعة والساعة دي عاوزين نقول لهم الامتحان حصل في ايه اولادنا في الجيزة ومين كان السبب في التركة دي ولادنا ولادنا مش احنا ولادنا فهم وحاجة مش 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 مزبوطة او عندهم فانا عاوز نوضح حلم دلوقتي انا وحضرها كاسحاتم وبسرعة عشان ندخل في اللي احنا جايبين للنهار طبعاً احنا اول صعوبات يا جماعة قبلتنا في امتحان اللغة العربية في محافظة القاهرة كان حاجتين اللي هو استخراج الحال وتاني حاجة اعراب الفعل المضارع اللي يصبح طبعاً احنا قلنا قبل كده ان الفعل وكلام ده انا قلته في حلقة اعراب الفعل المضارع ان الفعل المضارع ينطبق على الافعال العادية وافعال كان واخواتها وجبناها في بعض الامور وجبناها في بعض الامثلة ان اعراب جملة كان واخواتها وكان من ضمنهم كلمة يصبحون لما طلعناها فعل من الافعال الخمسة وفي طلبة تصلت واتصالات جات لنا واتكلمنا في الموضوع ده فالفعل المضارع من الافعال الناقصة اللي هي من كنا وإخواتها يعرف فعل مضارع وبس هو فعل مضارع يعرف في أعرابه هو كفعل مضارع يعني اللي يصبح إذا سبق بأدات نصب أو أدات جزم يعرف فعل مضارع منصوب أو مجزوم وإذا لم يصبق بأدات جزم أو أدات نصب يعرف فعل مضارع مرفوغ دي أول حاجة في الجزئية اللي موجودة قدامنا اللي هي إعراب فعل ليصبح يبقى أنا عندي هنا بردك عشان الطلبة بتوعنا احنا قلنا الكلام ده يا جماعة بس للأسف إن في بعض الناس اتخدت الموضوع بنوع إن هو هيلاقي ليازهب وليقف ويشرب وكلام ده اللي هي الأفعال التمة لكن يا جماعة الفعل من كانة وأخواتها فعل هو فعل أصلا فبيعامل معاملة الفعل وإعراب الفعل دي رقم واحد رقم اتنين لما جينا نشرح درس الحال قلنا يا جماعة خلي بالك كويس قوي من فعل الجملة أنا جيت ساعتها وقلت يا جماعة خلي بالكم كويس قوي من فعل الجملة إذا كان الفعل الجملة من كانة وأخواتها يبقى الكلمة المنصوبة اللي موجودة ده خبر كان إذا كان الفعل فعل عادي قلنا إن دو يبقى حال لإن فيه تشابه ما بين الحال وخبر الفعل الناقص فيه تشابه ما بين كلمة مطمئنين وتشابه ما بين كلمة جاعلين الاتنين دولارس السعيد دايما فيه بينهم من بعض تشابه وكنا بنجيب جملة فيها كانة وأخواتها وكنا بنجيب جملة فيها فعل ليس من كانة وأخواتها أنا عاوز بس ألخصت لولادنا سحاكم بعد ما حضرتك قلت لهم وأسهبت فيها عشان فيه معانا اتصال إن شاء الله هنخش معها يعني كلمة مطمئنين هنا هنا خبر يصبح وقع في جملة اسمية تماما دخلت عليها يصبح سيد إحنا أسلنا الفعل ساعتها أسلنا جملة فعلية ساعتها أنا عاوز بس أقول لولادنا ببساطة كده أنا يصبح هنا مش إحنا تشبهنا ما بين فعل تام وفعل ناقص هذا هو فعل ناقص ومدام فعل ناقص يبقى دخل على جملة اسمية يبقى فيه مبتدأ وخبر فيه مبتدأ مرفوع وخبر منصوب تهوا أولادنا ليه؟ إحنا بنقول لهم بقى ما بيش شدت الامتحان ما تشدش قوي إحنا الحكاية كلها أيلنها وشرحنها بس أولادنا ساعات يمكن رهبت الامتحان شوي فإحنا عاوزين اللي هيمتحم بعد كده أي تريك أي حاجة أنا بالنسبة لنا جملة فعلية زي ما الأستحاتم نسا بيقول فعلية يعني أنا عندي إيه فعل فاعل مفعول لو في حال طب الجملة دخلت عليها فعل ناقص يعني أنا لو شلت دلوقتي لو شلت يصبح هل إيه جملة تامة يعني أستاذ حاتم لما احنا جربناها لهم قبل كده أنا لما شير كلمة ليصبح دي الناس مطمئنون لا خليها مطمئنون بقى الناس مطمئنون جملة تامة ولا مش تامة يعني مبتدأ وخبر طب إيه بقى اللي تأويه أولادنا كان الاختبار بتاعنا موجود لا والجزئات تانية أستسعيد بردك اللي احنا تكلمنا فيها أثناء الحلقة أنا حذرت وجبت جملة من كان وأخواتها وجبت جملة فعلها عادي دي رقم واحد رقم اتنين إن احنا عندنا هنا يا جماعة الكلمة مطمئنين هنا الفعل بتاعها يصبح وطلعت لكم إزاي تطلع كان وأخواتها إزاي تطلع اسم كان وإزاي تطلع خبر كان دي الجزئية بتاعة يصبح وعندنا الجزئية بتاعة كلمة جاعلين إحنا قلنا هو قادل فعله قادل فعل وجد فيه جملة إيه وجد فيه كلمة منصومة جميلة وهنشارك معنا بقى محمد من المنوفية لأنه مستنينا بقاله كتير محمد قاله إزاي كمحمد هنسألك إن شاء الله يا محمد خليك معنا بس يا محمد دلوقتي يمكن أنت معنا متابع من أول حلقة يا محمد مش كده أنا معك أنا هقول لك بقى حاجة دلوقتي يمكن أنا جايبها لولادنا يا محمد عشان نعرف برضو كتابة موضوع التعبير بصي محمد كده يظهر لك على الشاشة دلوقتي موضوع التعبير اللي دايما بنتوقعه دايما بيجي في كل امتحانات إحنا في فترة مصر محتاجانا كلنا فعشان أنا بوضع الامتحان بقول كده مصر بلد الأمن والأمان لها علينا حقوق وواجبات تمام يا محمد لو قلت لك بقى الموضوع اكتب في ذلك مبينا أهمية الوطن بالنسبة لنا وواجبنا نحو أنا عاوزك أنت بقى دلوقتي ورقة الامتحان قدامك وحضرتك والأساس حاتم هيئمة معنا وأنا معاك هتقول لي ازاي يكتب موضوع التعبير دلوقتي بسرعة يا مصر هنجيب اللي هنعمل عناصر اللي هي الأفكار أول فكرة عندك يا محمد مصر بلد أمان مصر بلد أمان مصر بلد الأمن والأمان طب معلش يا محمد بعد إذنك يا ريت توطننا التلفزيون خالص يعني ما اسمعنا من خلال الهاتف بس مصر بلد الأمن والأمان ده أول فكرة أنت هتحطها في الموضوع تاني فكرة يا محمد واجبنا نحو المصر واجبنا نحو المصر تجاه مصر تلاتة علينا أن نحافظ عليها ما هي واجبنا تجاه مصر هي هي علينا أن نحافظ عليها نكمل إحنا نستسعين جميل آه شكرا يا محمد وتابع معايا لأخر الحلقة يا محمد لإن في أسئلة في النحو كتير بس إحنا عشان بدأنا وإحنا عاوزين نمشيها زي ما بيحصل في الامتحان إن شاء الله شكرا يا محمد طبعا سيد إحنا لو جلنا موضوع زي دو إحنا هنكتب تلات عناصر سريعة كده اللي هو مصر بلد الأمن والأمان واجبه نتجاه مصر أفضل مصر علي طيب هشتغل في الموضوع ده إزاي أولا إن أنا هقوم كاتب الموضوع التعبير بيتناول الفقرات أو الأفكار أو الفكر اللي موجودة عندي تاني حاجة أنا عندي النهاردة نص وطني ممكن أستعين بهين عندي ممكن أدخل النيل في الموضوع وفضل النيل على مصر ممكن أدخل موضوعات كتير قوي واستعين بأبياد شعر عندي آية وادخلوا مصر إن شاء الله آمنين باستعين بكل اللي أنا قريته سواء في الجرائد سواء على الإنترنت سواء كل حاجة أنت بتتكلم على مصر والموضوع في مصر وأنا بقولها دايما حتى لو جه هيجي لك مثلا زي ما تكلمنا قبل كده السياحة برضو السياحة في مصر تقدر تتكلم في مصر بلد الأمن والأمان تستقدم السياح من جميع أنحاء العالم قول زي ما أنت عاوز تقول فهتلاقي الكلمة اللي احنا جبناها دلوقتي واسحاتم اللي هي مصر بلد أمن وأمان رأس موضوع ينفع في كل حاجة ينفع في سياحة ينفع في نفس الكلام في أمن وأمان ينفع عشان كده ركز قوي لما تكتب عناصرك أنت تكتب العناصر زي ما الاسحاتم إسا بيقولك مصر بلد الأمن وأمان اتنين الجيش حامي الشعب وحامي الوطن تلاتة واجبنا نحو البلد أربعة إيه اللي أنا ممكن أعمله بقى دية الواجب اللي أنا إيه لها في الآخر السحاتم اللي هي إيه واجبنا إيه الواجب إحنا اللي إحنا نعمله إحنا تكلمنا دايما على حقوقنا نحوذ بلدنا إننا حقول بلدنا تعمل لنا تعمل لنا ده ما نعمل لها إيه إيه الواجب علينا أنا كطفل كمان سيباك من الكبير أنت كطالب الطالب يكتهد في دروسه الطالب يتفوق الطالب يعمل شيء عشان بكرة بكرة هو بتاعه هو ويعمله للبلد عشان يبدأ يقول بكرة إيه بالنسبة لمصر إن شاء الله يعني معنا كده أستسعيد إن موضوع التعبير لازم يبدأ الأول بالأفكار اللي هي اللي أنا بستنبتها من خلال الفقرة اللي مدهالي في موضوع التعبير تاني حاجة أبدأ كتابة موضوع التعبير بتاعي بخط كويس وبخط جميل أكتب على سطر وسيب سطر تاني حاجة تالت حاجة الاستعانة أو الاستشهاد ببعض آيات القرآن الكريم أو الأحكام أو الحكم أو الأمثال أو أبيات الشعر اللي أنا درستها على مر السنين اللي فاتت فسواء كان الدرس عفوا الموضوع التعبير عن العلم سواء كان عن القراءة سواء كان عن السياحة سواء كان عن الوطن كل هذه الموضوعات أنا تم دراستها في الأعوام السابقة وعندي الشواهد التي تدل على ذلك وأنا عندي أمل في أولادنا ومعنا أمل من البحيرة ألو 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 يا اكتضايح يا أمل يا أمل أنت فين أه أيوة يا أمل أنا معاك ألو عاوزة تتسئلي عاوزة تتسئلي أنا معاك بقى بص يا أمل كده ماذا اقري القطعة أقرأ القطعة معي اللي موجودة احنا هنتكلم بقى لقصة علي المبارك عشان ندخل في الامتحان بسرعة شرحنا التعبير وقلنا التعبير نعمله إزاي اقرأي بقى القطعة معايا كده فكنا يبقى القطب بنفسه للمدارس ويعانوا المعلمين في تأليفه على فكرة برضو يا أمل أنا عاوز أقولك دي من الأجزاء المهمة قوي السحاتي ومعانا أمل اللي فيها إزاي الراجل ده يقدر يعمل شيء في التعليم نعم وده احنا محتاجينه قوي يعني أنا بتكلم على حاجة أنا بتكلم عنها أنا عاوز أسأل أمل بسرعة عشان نقولها ماشي يا أمل قرأت القطعة اذكر من العبارة ما يأتي العبارة اللي احنا شفناها لسه دلوقتي تمام كده قبل ما اقولها هرجع لك ليها ولا انت هتشوفي بقى يا أمل كلمة بمعنى أعظمها أعظمها كلمة شوفي بقى أنا هرجع لك تاني يا أمل عشان تشوفيها القطعة بصي ليها كده في بعض الأحيان يقولك ايه ادي عندي المعنى أو الكلمة هتلي معناها ساعت يجب لي المعنى نفسه يا أمل يعني المعنى نفسه اللي هو موجود ويقول لي فيه كلمة بمعنى بمعنى أعظمها موجودة قدامي فين الكلمة في القطعة دي اللي بمعنى أعظمها أجلها برافو عليكي يبقى الكلمة اللي بمعنى أعظمها هي كلمة ايه أجل لها الله يكرمك معايا تاني في السؤال تاني يا أبي وده سؤال جي بردك في امتحان القهراء السعيد ان هو قالك استعين من النص يعني جاب لك كلمات وده الكلام بردك نوهنا عليه قبل كده قالك جاب لك كلمات من برة وقال لك دخلها من ايه اللي موجود زيها في النص جميل قوي وده عشان ولادنا بس يتدربوا على أساليب الامتحان برضو أمل لأننا عندي أمل كمان نجد جاوبي دي يا أمل كلمة جمعوها العلماء العالم شوفي الفرق اللي حصل بسحاتي كلمة الجامعة بتاعها ايه؟ العلماء العالم وده برضو ساعات ولادنا يتوه فيها وعملي يعني الاختلاف في نوع الأسئلة نفسها اللي موجود آخر سؤال بقى يا أمل عشان تبقى قلت المترضفات كلها كلمة مضادها اهمان العكس بتاعها اهمان ممكن تجيب لها قطعة سعيدة على أساس ان هي تقدر تكفى اه؟ اهتمام اهتمام طيب بص يا أمل أنا دي ركزت عليها أول ما رضيتش اجيب لها القطعة هي صح كلمة اهتمام ولكن اللي موجودة في القطعة ايه يا أمل رعاية رعاية عشان كده وكان الأساس الحاتم دايما نوه لها كده ومعانا انت يا أمل ان انا ساعات بقول الكلمة صحيحة يعني انا بجيبها صح بس ما جبتهاش اللي موجودة في القطعة عشان كده ممكن المصحي دلوقتي انا بقولك ايه؟ كلمة مضادها اهمان اللي موجودة عندك فين؟ في القطعة رعاية يجب ان انا جيب كلمة ايه؟ رعاية شكرا يا أمل شكرا يا أمل نكمل بقى أساس السعيد مع بعض معانا بسرعة الأسئلة عشان نرحل نخلصها كلمة مفردها المدرسة خلاص بقى آه المدارس معا طبعا المدارس هنا بقى اللي انا عاوز السؤال اللي باسأله ماذا كان يفعل علي مبارك للتلاميذ؟ طبعا احنا عارفين أساس السعيد ان كان نركز بقى في الأسئلة جماعة عشان ما نطلق بطش كان يفعل علي مبارك للتلاميذ حاجة وللمعلم حاجة وللمدرسة حاجة كان يفعل التلاميذ انه كان يهتم بمأكلهم ومشربهم كان علي مبارك يعلم التلاميذ كيف يأكلون ويشربون الاتنين صح الاتنين صح كان يتحدث إلى التلاميذ ويشرح لهم الدروس بنفسه يعني حاجة كده هو كان باكيج كده بيكمله لهم مأكل مشرب ملبس تعليم شرح وكتب كمان دراسية كان بيشارك في تألفها يعني كان بيقوم بالعملات التعليمية كلها بالنسبة لمن؟ للطالب كمان تمام كده وطبعا ده كلها قدام ولادنا لان ولادنا برضو بيقولوا انحنا بنستعجل في النقل لكن ده ولادنا عشان يشوفوها يبا كان يشرف على مأكل التلاميذ وينابسهم وراحتهم وتعلمهم فيعلم بنفس التلميذ كيف يلبس وكيف يأكل وكيف يقرأ وكيف يكتب ما الأمور التي كان يهتم بها علي مبارك بالنسبة للمعلم؟ طبعا كان علي مبارك يوجه المعلم كيف يتعامل مع الطلبة وكيف يؤدمهم كان يساعد المعلمين في شرح بعض الدروس كان يساعد بعض المؤلفي بعض مؤلفي الكتب في وضع المناهج المدرسية جميل أول ده اللي كتب الكمبيوتر برضو يبا كان بيشترك في كل أحوال المعلم من بعد ما يبدأ هو المعلم إزاي حتى يقدب تلاميذه أو يعلم تلاميذه حتى يصل إلى تأليف الكتب طبعا أستسعيد ده جزئية المقررة أو الجزئية اللي موجودة عن رأي علي مبارك في التعليم أو إسهاماته في التعليم في الفترة بتاعة عباس الأول لكن لو احنا اتنقلنا لفترة إسماعيل خديوي إسماعيل هنلاقي الأمور تانية خالص لما تولى وزارة التربية التعليم للمرة السنية اللي هو السؤال الجيه في القاهرة ودوره في التعليم أن التعليم يطلب لذاته أن التعليم لا بد أن يكون شعبيا وليس من أجل الوظائف أن التعليم هو الدواء الشافي للخرافات وبعض العادات والتقاليد الضارة في المجتمع ده فيه فرق ما بين الجزء التامن أو الفصل التامن للقصة وفيه فرق ما بين الجزئية بتاعة عباس الأول فالناس لازم تعمل مقارنة كده ما بين وجهة أو رؤية علي مبارك في التعليم وإسهامات علي مبارك في التعليم عشان الناس ما تتلغبتش فيها جبانا الجزئية دي بس لأن أنا دي متوقعة في الامتحاد إن شاء الله فعاوزين نتوقع لأولادنا البحيرة والجيزة والمنوفية إن إحنا الجزئية دي اللي حصل في القاهرة أو اللي كان سؤال القاهرة ده ما لناش ضعب لأنه ما فيش متحب تتكرر حتى لو اتكررت بصلا أستاذ صعيب بسا عشان كلمة القاهرة دي لأن أنا فيك معلومة كنت عايزة أقول لأ أقول ترم يا جماعة الفعل الفعل الناقص ما بيجيش في حال إلا الأحوال اللي إحنا قلناها في الحلقة الأخيرة اللي هي تأتي حالا مطلقة اللي هي جميعا ودائما والكلام جميعا معنا روان بقى من المينيا وإحنا دايما بنحيي المينيا المينيا روان ألو 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 أيوة يا روان ألو أيوة أنا سامعك أنت هتمتح لي أمتى يا روان كيف هو ما يا رفت أنا عايزة سأل سؤال فضلي فضلي يا روان بسرعة هو في القصة ما المكسود بلم تزغالهم تبعيده ولا تقربه ولا تحفظ عليه لم تزغله إيه بقى تبعيده ولا تقربه ولا تحفظ عليه حافظ عليه طيب ويهي سؤال تاني طيب الجملة عندك هنجاوب سؤال سؤال يا روان الجملة عندك بتقول إيه هي قصة علي مبارك طيب الجملة بتقول إيه عندك لم تشغله إيه ولم تشغله أعماله كثيرة عن الإشراف على ما أكل التلاميث وملبسه ومراحاته متعليمه طيب هالكلمة لم تشغله هنا دي لو شلنا تشغله حطنا تبعده ولا تقربه ولا تحفظ عليه أنه أفضل هي أنا بقول تقربه هي كلمة لم تشغله يعني لم تبعده معناها لم إيه لم تبعده أيها يعني هي ما أبعدتوش عن هذا الأمر طيب أنا أقول له يا روان بس مباشر كده يا روان بسرعة يعني لما بابا جيك كلمك أنا بكلم بابا كده بقول مسؤوليات بابا بابا اللي هو باباك إنتي لم تشغله عن خدمة هذه الأسرة الجميلة وأنا باجأ أكلمك أقول لك بابا بقى كده لم ينشغل عنكم يعني إيه يا روان تقربه يعني بابا لم ينشغل يعني لم إيه لم يبتعد عنكم لم يبتعد عنكم فقلبكم معكم على طول صح كده هي دي المقصودة عشان كده حتى لما نصحتهم بيقول لكم قربوها منكم من مجتمعكم من الحياة اللي انتو عايشينها وانت بتشرحي عشان ما تعيشيش بقى حتة بعيدة أو بعيش مع نفسي في حاجة ايه بعيدة تانية انت كان عندك سؤال تانية يا روان قولي بقى السؤال التانية كان سؤال تانية معنى يضيع يفتكر ولا يختفي ولا يضل معنى يضيع يا ايه؟ يختفي ولا يفتكر ولا يضل ويفتكر ويضل اللي هي يضيع او ان المجتمع الذي ينتشر فيه التعاون لا يضيع فيه احد صح؟ ايه طب هل هنا هشيل كلمة يضيع لا يختفي فيه احد ولا لا يفتكر فيه احد ولا لا يضل فيه احد تسمح لي اجوه مع روان لا يضل فيه احد لا ايه؟ قولي يا روان كده لا يضل اه شفت روان لما بدأت بقى تشغل دماغها معنا هي ده روان لقصد الاساس حتم عليها انت دايما تقولي نفسك واسأليها الاول شوف الاساس حتم عمل ايه؟ فصصها معاك كده وبدأ يشرح معاك المجتمع ده عمره ما هيضيع ابدا يبقى عمره هي ايه؟ ما هيضل تمام كده شكرا يا روان ولو في عندك اي حاجة تانية احنا معاك برضو الحلقة مكملين معاكو ان شاء الله وطبعا زي ما احنا معتدين يا جماعة من خلال جروب البرنامج اي واحد عنده استفسار بعد الحلقة يكلمنا ان شاء الله وانا او استاذ سعيد هنجاوب وان في سؤال انا سبته ومجاوبتش عليه السؤال دوا ممكن طالب يلاقيه في الكتاب ان شاء الله تعال بسرعة على صحاتهم كده عشان نلحق نخلصونا منتحان النهاردة ندخل بقى احنا خلصنا القصة وقلنا المتوقع مننا في القصة اوي ان شاء الله اللي هيجي تقدم الجميع برسولهم نخش بقى على القراءة وجاءت النتيجة التي لم اتوقع فازت اللوحة التي رسمتها انا وماجد زميلي بالجائزة الاولى لن انسى ما قاله مدير المنطقة التعليمية وقتها في الحافي طبعا ده من درس او في السؤال جاي عن الدرس اه هذه اللوحة ربعا بكل مقاييز ده كلام اللي هو مدير المنطقة التعليمية او مدير إبارة زي ما بيسموها دلوقتي كما انها نموذج مثال للتعاون بينة الميزاين اصبرع احدهما في رسم اللوحة وبرعها الثاني في تلوينها وده جزئية يعني انا قرأتها بسرعة بس ولادنا برضو لما يشوفوها دلوقتي يعرفوا احنا بنقول دلوقتي كمان وانت بتقرأ كمان قطع وصحاتك هتلاقي فيه اسئلة عليها يعني يعني انت بتكلم على اتنين اشتركوا في رسم لوحة الاتنين ما عملوش حاجة واحدة ده لازم يبقى فيه تعاون هو ده كانت المقصود بيها ده عمل ايه وده عمل ايه ده رسم وده لون هو ده اللي احنا بنقول عليه التعاون اللي كان مقصود بها في هذه اللوحة تعال نشوف اسئلتنا كده بس حاتم تخير طيب قبل ما اسأل لأستاذ حاتم مسأل محمد محمد السلامة وعلى الله وبركاته ازاك يا محمد الحمد لله انتو متحانكوا امتى يا محمد يوم السبت الجاي يوم السبت الجاي قدامك فرصة اي معي يا محمد احنا عدين من ذاكرة لا ان شاء الله انا عارف ان الناس اسمع ليها وانت من الطلب المتفوقين يا محمد اي انت عندك اي اسئلة يا محمد انا بنت عايزة تسئل تسئل طب معي انت قرأت القطع معي اللي موجود يا محمد صح لسه فاتح دلوقتي لسه فاتح دلوقتي طب معي يا محمد كده اهي اي اقرأ معي كده ماشا تقدم الجميع قولي يا محمد بس بسرعة انا مش هافة دلوقتي اي اتقدم الجميع بالسومة مجاية النتيجة التي لم اتوقعها بيزة اللوحة التي رسمتها انا وماجد زميلي بالجائزة الاولى لان انسى ما قاله مدير المنطقة التعليمية وقتها في الحفر اه قال ايه بقى هذه اللوحة رائعة بكل المقاييس اه قال هذه اللوحة رائعة بكل المقاييس الفنية كما انها نموذج مثالي لتعاون بيانة الميزين اذا برع احدهما في اسم اللوحة وبرع الثاني في تلويناء تعال بقى نشوف الاسئلة مع بعض كده يا محمد ماشا ما معنى برعة برعة يعني تفوق طب انا لو جبت الاسئلة بص يا محمد كده انت طبعا بتقولت الصح دايما لما شوف اختياري وكلمة اساس حتما دايما يقولها يقولك دور على اللي موجود بقى لان سعب بيقبى معنين قصاد ضعب ودايما اللي اتنين بيقبوا فيهم قرب من بعض شوية بس انت قلت الاسحة وهي كلمة ايه تفوقها اللي بعديه هجمع نموذج نمازج نمازج برابة عليك انت هتكمل معا المراضفات كلها يا محمد ماشا حوالا مفرد المقاييس المقياس يبقى كده عندي المقاييس اللي هي الايه المقياس هو محمد انت مكنتش محتاج تقرب صراحة القطعة ما شاء الله عليك يا لا 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 ما شاء الله أنا بقول فيه طلب عندنا كده وان شاء الله كل الطلباتنا كده مضادد ما هذا ياً محمد ايه مضادد انسة ايوا مضادد انسة يبقى ايه 6يها عربي انا جاي باختيارات انت شكلك كده بتطلعها من كتابة امحمد او ايه لا انا شكلك كده بطلعها من كتابة محمد او ايه بص على الشاشة كده اتذكر يقبى مضادد انسة يعني ايه اتذكر اها أخير سؤال يا محمد وخلاص بقي منتا كده اسمع الليها كلها جوت ماذا قال مدير المنطقة التعليمية قال مدير المنطقة التعليمية في الحفظ هذه اللوحة رائعة بكل المقاييس الفنية فهي نموذج مثالي للعمل للتعاون بين تلميزين فإذا برع أحدهما في اسم اللوحة وبرع الثاني في تلوينها فكان هناك العديد من العمال الأخرى ولكن هذا العمل هو الأفضل أنه تسمى للتعاون بين تلميزين الله عليك يا محمد وانت قلت مش اللي احنا قلناه بقى اللي احنا عاوزين نقوله وزيادة كبس اللي احنا ما نعرفش نقوله بالتوفيق يا محمد ان شاء الله وان شاء الله كده يوم السابت تكون من المتفوقين وتبلغنا برضو ان انت مش انت نجحت بقى حصلت على الدرجات النهائية شكرا يا محمد طبعا خلص محمد قال ما نريد يا اسكر تعليق الجد يوسف على القصة وماذا فهمت من الدرس نعم يعني انا نقول تعليق الجد يوسف هو برضو قال ايه بقى ان المجتمع الذي ينتشر فيه التعاون لا يضيع فيه احد هي بقى الجملة اللي كانت بنتنا بتقول عليها كلمة لا يضيع فيها احد اللي هو لا يضل طبعا ولن يتوها ابدا لان افراده ايه بقى يتكاتفون فيما بينهم من اجل غيرهم طب الانوان الدرس السعيد لو احنا بس مع ديز محرارك اسمه الحياة دائما ايه اثنان الحياة دائما اثنان لو احنا بصنا جماعة هنا ان كلمة دائما هنا جات حال جات حال ليه لانها جات في جملة اسمية وقلنا الحال ما يجيش في الجملة الاسمية الا مجموعة الكلمات اللي احنا اديناها المرة اللي فاتت هي دائما وجميعا ومعا ومبكرا وخلينا بدول بس دول ما ظهر خلينا بدول وان شاء الله دول يعني الحاجات مش انت بتقول كبيرة عنهم شوية بس احنا بتقول لهم شاصحات البلا لا لا ما هي يعني عشان الناس تاخد بالها برد بس بيعني تكتيس فيهم عشان كده شايماء هتخش معنا في الكبير شايماء اه يا شايماء السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته معاكم انا اسأل عندي سؤالين عندك سؤال فضال يا شايماء بيقول لي ما رأي علي مبارك في التعليم والمعالي ما رأي علي مبارك في التعليم والتعليم ايه تاني? اه وضح دور المعلم في حياة علي مبارك. اه انت جبت السؤال بتاع القاهرة. اه ده كده. اه. اه. وضح دور المعلم. المعلم في حياة علي. العلمية وكيف رجح في ذلك. وكيف نجح في ذلك. اه. انت بتحانت يا شايميل على فكرة. نعم. شكلت كده انت قاهرة مش كده? نعم. اه يعني انت بتسألي على حاجات انت قريدي جاوبتها. يا فيعاوز تطمن على اجاباتك. اه عندي اخر سؤال. اه. مضاب المتمسك. الواقع. هي من النص هو اه اه انتحان القاهرة. بص يا جماعة بالنسبة رأي علي مبارك في التعليم والتعلم ده الجزئية اللي كانت موجودة في الفصل التاني. اللي هو ان التعليم هو الدواء الشافي لامراض المجتمع. التعليم هو الدواء الشافي لامراض المجتمع. وطبعا احنا بنقول بردك لولادنا. لان ممكن السؤال يجي لهم صريح في الجزئية دي. اتنين. ان التعليم لابد ان يطلب لنفسه وليس للايه للتوظيف. سعيد. كمان. دي انا لو كتبت الاتنين دول يكفي هذا الامر. دور المعلم في حياة علي مبارك ان المعلم يا جماعة انتو 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 تكتبوا ايه. ان كان الدرس دوا او الجزئية دي موجودة في الفصل. طب اعلق التعليم بسيط وحداك تقولي الاساس يا سحاد. في بعض الاحيان في اسئلة بتعتمد. طب بتشكر شايماء السعيدة دي ازنك بس. يا شايماء معنا. ايه مع احدك بس عنتي اتاكد من حاجة. اه ايه. اه ايه. اه مش المطمئنين اتبا خبر ليصبح. ايوا. وامينها تبا هي اللي حال. لا. اما تبا جاعلين من حال. اه. جاعلين هي اللي حال. انت متبع معنا من اول حلقة واحنا شرحناها وتعمدنا مشرحها في اول حلقة عشان ابناء القاهرة حديدة. اه بص يا شايماء انا تأتي حال. معي? نعم. لكن الحال الاخر ما يجيش غير في جملة فعلية. يعني الحال اللي احنا متعودين عليه لا يأتي غير في جملة في جملة. حالنا في الصف السادس الابتدائي هو جملة فعلية واسحاتنا. عشان حتى ولادنا اللي يمتحنوا. حالنا تاني. في الصف السادس الابتدائي هو الجملة الفعلية. الفعلية اللي فعلها ليس ناقصة. ايو. بس كده. بس كده. ماشي يا شايماء. شكرا يا شايماء. طب بالنسبة دور المعلم والسعيد سريعا كده. لا انا عاوز بس اقول حاجة يا سحاتم حتى قبل ما نقول لولادنا. فبعض الاحيان بيربطوا ما بين حاجات يقول لك ده كان في الترمي الاول وده كان في الترمي التاني وفي معلومة ساعات بتبقى عارف المعلومة اللي لها ربط. فاربطها هنا وهنا. كان موجودة في القطع اصلا الاجابة. فدور المعلم في الاصل انا ممكن اتكلم فيه. المعلم كان له اثر على علم مبارك كان له اثر. واصر ايجابي فيه اثر ايجابي. وكان في بعض الاحيان هما بصوا اللي حكتين اتنين اتنين او سحاتم. لان فيه حد من اولادنا كلمني فيها. الدور السلب اللي كان بدأ بيه المعلم في بداية حياة علي مبارك. والدور الايجابي اللي بعد كده اللي نقل حياة علي مبارك نقلة تانية خالص. اللي هو رافض افانتي. جميل او. نعم. هو هنا بقى اللي اولادنا حاولوا يعملوا ايه? لا ده هنا ده بعيدة. لا ده كانت في الترم لا ده كانت هنا. فهي ده اللي حصل. انا بس حبيت اوضح لولادنا. ان دايما لما تاخد خود اللي عندك. ماشي سيبك من اللي فات. طب اللي عندك دلوقتي في الترم ده او الفاصل الدراسي ده. كان دور المعلم نهوم. تعميني. اللي هو موجود معايا دلوقتي. الدور الايجابي. اللي هو ساعد علي مبارك علي ان يتفاوق. اللي ساعد علي مبارك علي ان يتنقل نقلة كبيرة او في حياته. واني يغير مصار حياته كلها. ويبدأ يتم بالتعليم اكثر. احنا الدراسي التاني. لكن هل جدتوا الفكرة من الفاصل الدراسي الاولاني? يعني بنقول ان ان شاء الله بازن الله اولادنا تفاوقوا وربنا يكرمهم ان شاء الله يجيبوا درجات ويحققوا مجموع كبير بازن الله ان شاء الله بعيدا عن اي شيء. السؤال اللي بعد كده. انا معنا اسراء الاول من البحيرة. اسراء. يا اسراء. الاول قبل ما نقول اي حاجة. انت عندك اي اسئلة يا اسراء? او عندي. طب بسرعة يا اسراء. انا عايزة سؤال في نص في منتصف الطريق. نص في درس درس. ايو ايو درس القراءة في منتصف الطريق تمام? بما تصف كل من الاخوين كما فهمت من الدرس. تصف كل من الاخوين. في سؤال تاني? او. ايه هو? اه كمان ماذا يحدث? اذا قام احد سكان المنزل الذي تسكن فيه باساية استخدامي بحجة انه حرم فيه مسكنه. باساية استخدامي. ماشي. في عندك سؤال تاني? اه. طب بسرعة اريتها يا الشيماء. يلا يا الشيماء بسرعة. اه? اه? احضرني يا مسأل. اسراء. اسراء. يؤكد الشاعي ان كلنا احباب بلا تفريقة او تمييز بين ذلك. ماشي. في حاجة تاني? اه. ايه هي تاني? يقولي يا اسراء. ما الجمال فيه? اصاب بعضهم عليها. فصلة وبعضهم اسفلها. ماشي. شكرا يا اسراء. ممكن اقول سؤال تاني لو سمحت? ايوة. ما الجمال فيه استخدام الشاعر لكل من بعد التهادي واينا وبجدارة. بعد التهادي وايه? واينا وبجدارة. واينا? وبجدارة. وبجدارة. طيب. اه. خليكي نجوه معكي ولا? لا. لا. شكرا يا اسراء. وانا احنا نجاوب الاسئلة بس بسرعة. طيب. طبعا بما تاصف كل مننا الاخوين اللي هم اه حبيب وامير اللي هو شخص محب لاخيه وللخير. عادي. سؤال سهل جدا. ما زعت اذا قام احد سكان باساءة استخدامه للمنزل بحجة انه حر. رقم واحد. تقديم النصيحة. تقديم النصيحة له. اتنين. العمل على منعه بطريقة قانونية. اننا امنعه بطريقة قانونية. مش بطريقة المشاكل والايه? والخناءات والكلام ده. اه. السؤال اللي بعد كده استر سعيد معانا. اللي هو اصاب بعضهم اعلاها واسفلها. ده تضاد. ده ايه? تضاد. كلمة بعد التهادي معايا والسعيد. كلمة بعد التهادي. انا عايز اعرف بس اين فانه نص. فكلنا احباب. السعيد. ماشي. يبقى بعد التهادي تدل على الايه? على شدة الترحاب بالمنافسين. والروح الرياضية. لاننا انا النص فيه كلمة اين? بعد التهادي نقوم بترحب. اه. نبغي الذي يبغي الموادتها. نلقى الذي يبغي الموادتها. كاميرو استعيد معنا. لان النص مش حفظة اصلا. انا كان فيه اه. 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 طبع. اه. كلمة بجدارة تدل على. معلش بس حدي يخش معانا يقولينا كلمة اين? يقولينا البيت الشعر اللي فيها. يعني كلمة اين في النص يقولينا البيت الشعر اللي فيها. تدل على الاستحقاق التام. الاستحقاق. لاني تقريبا هي البنت علي تكلمة غلط. انا ما قدتش بالي منها. ما سمعتهاش يعني. اصلا سعيد. اصلا سعيد. اصلا سعيد بسرعة. عشان الوقت بس. اه. اه. اولادنا عاملين عاوز اقول بس. عشان اللي احنا متوقعين وكمان معانا في المحافظات الباقية. احنا دايما بنتوقع ان انت امت حر ما لم تضر. وده بسرعة انا معايا انت حر ما لم تضر. ماشي اصحاتي. اقرأ ثم اجب. مسل قائم على الحدود الله والوقع فيها. وقلنا دي كمان بالليها في كل الامتحانات. كمسل قوم ان استهموا على سفينة فاصاب بعضهم اعلى وبعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. بنقول تاني. لماذا تأزى اهل الطابق الاعلى من اهل الطابق الاسفل? تأزى اهل الطابق الاعلى من اهل الطابق الاسفل. ليه بقى? لان اهل الطابق الاسفل كلما ارادوا ان يشربوا الماء كانوا يمرون على اهل الطابق الاعلى لان الماء موجود فيه الطابق الاعلى. واحنا نوهنا وستسعيد الحلقة اللي فاتت ان احنا قلنا ان اه اه في ممكن اجابة تانية ان انا لازم يجاوب لاتنين. اللي هو رغبتهم في احداث سقب في جسم السفينة. تمام. ماذا كان يجب على اهل الطابق الاسفل عمل اللي كاي لا يؤذوا أهل الطابق الأعلى كانوا يجب عليهم إيه بقى؟ آه طبعا منعاهم ولو بالقوة وهو ده اللي جات كمان في امتحان القاهرة ان انت لو تركت ماذا يعني فيما معناه عشان مش فاكر السؤال قوي ماذا تفعل لو تركت هؤلاء يعبسوا كما شاء أو يعبسوا كما لا غرقت السفينة وغرقنا جميعا يعني هي دية الحل المجتمع ما هو إلا كله تعاون كله لازم يبص إيه اللي حاصل وإيه اللي جرد كان يجب على أهل الطابق الأسفل لكي لا يؤذوا الأهل الطابق الأعلى عدم خرق السفين فيه الجزء اللي إيه اللي أسفل منها لكي يشربوا أو يستعملوا الماء اللي هو الجزء المخصص لهم يعني جميل أول ما الذي يشير إليه خرق السفينة كلمة خرق السفينة دي طبعا يشير إلى مجموعة من الأشخاص الذين يفعلون ما يشاء لهم أو ما يحلوا لهم دون التقييد أو دون النظر إلى الآخرين أو دون النظر إلى حرية الآخرين معنا بقى لميس من كفر الشيخ نشوف كده لميس هلو 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 أيو يا لميس أي سلام عليكم يا مست سلام ورحمة الله وبركاته وزيك يا لميس الحمد لله امتحانك إمتى أنا امتحاني يوم البكرة بكرة إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق يا رب عندك أي أسئلة يا لميس أنا عندي سؤال علل الأخوان أمير وحبيب متحبان حقا الأخوان أمير وحبيب متحبان حقا سيبنا أنا أخشي لها بقى لميس كده يا صحاتم لميس أيو أنا لو سألتك سؤال عام يا لميس إحنا عارفين القصة وعارفين اللي حصل فيها وأمير عمل إيه مع حبيب إيه لو خليتها بصفة عامة بدون ما بص في اللي في الكتاب الأخين فعلوا ما فعلوا لو قلتلك إيه بقى علل الأخوان متحبان حقا إيه اللي ظهر لك أنت من غير ما تشوفي أي حاجة إخوات واحد بيؤثر التاني على الآخر والتاني نفس الكلام بيفكر نفس التفكير قبل ما يفكره فاتنين قبلوا على حاجة اسمها نقطة الحب إن أنا هدي كونتة الدين ليه بقى الأخوان متحبان لأن كل من هما فكر في الآخر في نفس الوقت جميل الله يبارك فيك شوفي لأن كل من هما إيه بقى فكر في الآخر في نفس الوقت فكرت فيه إيه الأخ بتاعي أو أخويا في نفس الوقت اللي أنت بتفكر فيه أنا بفكر فيه كده تمام وإنت حالية الصح في عندك أي سؤال تاني يا لميز لا شكرا يا مستر طبعا أنا خليك معايا أنت بقى أي هتسئل سؤال بقى في ده إحنا معنا السؤال الموجود ده بص كده يا لميز أيوة ما الذي يحدث إذا فعل كل واحد ما يريده ده في نص أنت حر ما لم تضر وده برضو أسئلة في بعض الأسئلة وبقول لأولادنا دي هتلاقيها إن شاء الله كده في امتحانك بكرة إن أسئلة بتعتمد على فكر كيمتي عليه كيمتي حتى معلومات عامة لو إحنا سيبنا كل واحد يعمل اللي عاوزه إيه اللي ممكن يحدث المجتمع هيقع الضرر على المجتمع وعلينا جميعا ده ممكن تيبقى إجابة وإجابة كاملة كمان يبقى أنا لما أجأتكلم وأقول إيه بقى إذا فعل كل واحد ما يريده دون أن إيه مراعاة لمشاعر الآخر هيحصل إيه بقى ضرر للمجتمع ويدر نفسه ويدر إيه المجتمع شكرا يا لميز وتابعينا كده لأخر الحلقة إن شاء الله وإن شاء الله بالتوفيق بكرة إن شاء الله السيد حاتم إنت قلت ما الجمال في أعلىها وأسفلها وكادي دايما رأيك في أعلىها وأسفلها بتتكرر كتير وتكررت ودايما نقول التضاد التضاد يوضح المعنى يؤكد المعنى قول زي ما أنت عاوز في المعنى أي تضاد بيوضحه ويبرزه وكل حاجة جميلة فيه التضاد يبقى التضاد أعلىها وأسفلها بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه هنا بقى برضو كلمة استهموا لو لاحظنا ده اتكرارت كتير قوي لما بيجي النص ده مركز قوي وصحتم على كلمة استهموا فهات معنى استهموا اقترعوا يبقى القرعة اللي بتجرى بتجرى بالسهام عشان كده جات استهموا في سؤال ساعات يجيب لك يقول لك كلمة كلمة بمعنى اقترعوا يعني يا الكلمة نفسها موجودة عندي في الحديث استهموا فكلمة بمعنى اقترعوا اقول ايه نفس الحكاية العكس اللي هي كلمة استهموا طبعا قلنا مفرد الذين الذي ومضاد استقو اللي هو قلنا ايه زمر رانيا هلو طلعه بركاته زيك يا رانيا الحمد لله ايه الاخبار يا رانيا متحنك امت متحن يوم السبت الجاي يوم السبت عندك اسئلة يا رانيا اه عندي السؤال اللي هو لما استئلته يعلي الاخوان امير وحبيب متحبان حقا احنا جاوبنا ينفع الاجابة لان العم سعادة احسن تربية اولاده لازم الاتنين يعني لازم تجيبي ان لان العم سعادة احسن تربية ابنائه وفي نفس الوقت لازم تجيبي له الدليل الدليل على ان هم متحبين فعلا ايه الدليل للقصة داتهنه انه هو كل واحد يوم فكرة في الايه في الاخر وانا برضه صحيح تمليا ليا معاها كده معانا يا رانيا كده انا لما اجا اكلم حضرك يا اسحاتي ما اقول لك ليه ليه انا والاسحات المتحبين دايما في الحلقة لان انا فيه تعاون انا لما اجاوب اقول لان انا فيه تعاون ما بيننا ودايما كل واحد بيؤسر الاخر عليه فعشان كده حصل وظهر للناس هذا الايه هذا الحب برضه اللي حصل لامير لازم اذكر امير وحبيب لازم الاتنين يتذكره الارب فعلا احسن تربيتهم بس نتاج حسن التربية كان ايه الحب اللي حصل ليه يبانى عشان ليه يحبوا بعض عشان النتيجة اللي احنا قلنا عليها انهم اه فكرة كل من هما في الاخر فيه حاجة تانية يا رانيا انا شكرا يا رانيا الهادية مش كده اللي احنا دايما شكرا يا رانيا وربنا يوفيك يا رب ان شاء الله استاذ حاتم انا بقول دايما المصفين اللي احنا دايما بيجيبه وانا بكررهم لولادنا بس انا عاوز اجري واجيب حاجة نحو بس انا هقول كده نص أداب سمية عشان ولادنا يذكروه بس يعني احنا هقولها بسرعة وامر عليه مرور الكرام بس عشان ولادنا يذكروه ماشي ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إما الله يحب كل مختار إيه فخور كلمة مراضفها تعرض بواجهك وكلمة جمعوها الأراضي أستاذ حاتم معي ولا مش معي نرجع بقى الكلمة كلمة أنا عاوز أرجع لها تانية كلمة مراضفها تعرض بواجهك لا تصعر خدك لا تصعر وكلمة جمعوها الأراضي أرض أطلاقها معرفة بألي بأجيبها معرفة بألي طيب بما نصح لقمان ابنه كما فاهمت من آياتها اللي درستها طبعا اللي هو إقامة الصلاة في أوقاتها والأمر المعروف والنهر المنكر والصبر على الإزاء وعدم التكبر وعدم الفرحة أو الغرور كل الكلام ده دي بعد دي مجموعة من النواهي والأوامر التي نصح بها سيدنا لقمان ابنه الصبير معنا يا محمود بقى صديق البرنامج من البحيرة محمود محمود حالو محمود بس الحمد لله أنت صديق البرنامج ودائما بتتصل بيننا أنت وتمتحنه إمتى محمود بكرا بكرا إن شاء الله ربنا يوفقك عندك أي سؤال لا ما العاوز هي يا محمود عايز السيك طيب بس يا محمود كده في السؤال اللي جاي ده في طبعا أداب سامية واللي احنا متوقعين ودائما في النصوص احنا قلناها محمود خيدي اركز معايا أنا عندي أنت حر ما لم تضر وأداب سامية جاي منهم واحد ما فيش كلامها تشوفها بكرا في الامتحان ماشي فما الجمال في قولي تعالى ولا تصعر خداكة للناس لا فيه فيه التحذير من عدم التكبر يقب كده الجمال هنا أنه يفيه ايه بقى التحذير التحذير من التكبر عدم التكبر جميلة محمود معايا كده لماذا قال الله تعالى أقم الصلاة ولا ما يقول أد translations لأن أقم الصلاة ي يدح الصلاة في أوقاتها وفي خشوع وأدي الصلاة أد تلك مشارثة وفوقتها أنا أنت الأستاذ حاتم فاكر كلمة في خشوع اللي قال لك الحلقة اللي فاتت الأستاذ حاتم أقم الصلاة أي تؤديها في أوقاتها وفي خشوة ده أنك من تفصด في وقتها العصر أزن يبقى في وقت أزان العصر أصلي العصر أما أديها ممكن تأديها في اي وقت اخر. يعني انا ممكن العصر ده اعملها صليها قبل المغرب مسلا بنص ساعة كزا. في الوقت اللي هو ايه غير محدد له. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى امرنا امرنا بايه? باقامة الصلاة في اوقاتها. جميل قوي. محمود كمل معنا الحلقة عشان في حاجات جزئيات نحو. ان شاء الله هنقولها حتى ايه الخباية اللي ممكن تجي لك فيه الامتحان ان شاء الله. شكرا يا حون. شكرا. شكرا يا نحو. انا عاوز بس اقول لولادنا حاجة يمكن عشان اجيب جزئية النحو. انا في نص انا وانت برضو بنتوقعه دائما ودائما ما بيخزلناش هو نص وطني. لولادنا بنقول يعني انا جايب جزئية عنه. بس قبل ما ادخل في نص وطني. انا عاوز جزئية النحو وتقولها لي كده بسرعة. الحال والنعت. نعم. تحويل نعت حال حال نعت حضرتك انت اللي هتقولها عشان افهمها بكرة. ولادنا تاه جزئية الحال دي. القاهرة. لقيتني من الحال شوية لما شفت ولادنا تعبوا فيها. انا عاوز بس انا افهمها. بس بسرعة. طيب. بص بعد لس صعيد ان احنا قلنا يا جماعة الحال بيجي في جملة فعلية. والنعت بيجي في جملة فعلية او جملة اسمية. فبالتالي الجملة اللي هيجيبها لي هيجيبها لي جملة فعلية. لما قول ايه? يعمل الطالب المجد في مدرستي. اه يعمل اي شيء بقى. يعني شغال انشطة الكلام ده. طيب. انا ماجي هنا. فين هنا دي الجملة دي. فيها نعت ولا فيها حال? فيها نعت اهو. قلنا الحال يعني او نعت علاقة الحال او علاقة النعت بالمنعود بتاعه ان ده معرفة. وده ايه? وده معرفة. ماشي? ده هنا بيبقى ايه? بيتبعه في الاقراب. ده جي مرفوع. ده جي ايه? مرفوع. هنا في الحالة دي ده نعت. هنا في الحالة دي ده جي نعت عندي. طيب انا عشان احول هذا النعت الى حال. انا قلت الحال علاقته بصاحبه. صاحب الحال يساوي المنعود. صاحب الحال اللي هو هيبقى ده. اللي هو المنعود اللي موجودة عندنا ده. لما حول الجملة من نعت الى حال. ماشي? هتبقى دون هو صاحب الحال. يعني المنعود ده. ده المنعود. ماشي? هنحوله الى حال. هنحول الكلمة دي الى حال. يبقى دون. هيتحول من منعود الى صاحب الايه? صاحب الحال. قال لي من شروط صاحب الحال يبقى معرفة. يبقى ديها تفضل زي ما هي. يبقى ديها تفضل زي ما هي. ومن شروط الحال ان يأتي نكرة منصوبة يبقى انا هعمل ايه هحول كلمة المجد دي من كلمة معرفة بال الى كلمة نكرة منصوبة يقول ايه يعملوا الطالب مجدا في مدرستي يعملوا الطالب مجدا فين في مدرستي طب قال لي انا عايز طيب قنقل الجملة دي هنا عشان تبقى شكلها اجمل ونقول يعملوا الطالب في مدرستي مجدا برضك صح دي صح ودي صح يبقى هنا انا بحول النعت الى ايه الى حال طب انا عايز احول الحال الى نعت الى عكس في عسل السعيد يبقى انا هقول ايه يعمل المعلمون في مدارسهم مجتهدين او اقبل الى مدارسي اقبل المعلمون الى مدارسهم مجتهدين فين هنا الحال يا جماعة ادي عندي كلمة مجتهدين وفن هنا صاحب الحال اللي هو كلمة المعلمون كلمة المعلمون معرفة بقل لانها صاحب الحال يبقى انا لازم احول الحال ده اشوف ايه اعرابه يبقى دفاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو ليه لانه جمع مذكر سالم طب انا عاوز اخلي الحال الى نعت لازم احوله معرف بقل ومرفوع زي مين زي ده يبقى لازم اخليه معرف بقل لان ده جالي معرف بقل ولازم اخليه ده زي ما هو مرفوع يبقى ده مرفوع يبقى اقولي جملة ازاي اقبل المعلمون زي ما هي ورجعن النعت لازم النعت يكون جنب مين النعت لازم يكون جنب الحال يعني ااسف لا ينطٍ ي婚 I يعني الحال ممكن يكون بعيد شوية عن المنعود لكن الحال ممكن يكون بعيد شوية عن صاحبه لكن النعت لازم يكون قريب من من المنعود بتاعه يبقى أنا هنق الكلمة يبقى أقبل المعلمون المكتهدون إلى مدارسي يبقى دي جملة هنا يبقى أنا عملت رقم واحد حولت ده من نكرة إلى معرفة عشان اللي هيبقى منعود معرفة حولته من منصوب إلى مرفوع وجبته جميل نعم برضو معنا عبد الرحمن كده شاركنا وسحاتم ألو ألو إزاي إزايك عبد الرحمن بيسلم إنت امتحانك إمتى عبد الرحمن بكر إن شاء الله عندك أي سؤال عبد الرحمن عند سؤال قولي عبد الرحمن عندما سؤال في إيه عبد الرحمن عندما ودع عندما ودع التراميس علي مبار سمعينك قولي عبد الرحمن بالأناشد والهتفال عندما لما كان نرايح كان نرايح لفرنسا ولا أوروك ولا تركيا لا كان نرايح إلى تركيا كلمة التلاميذ معنى كده إن هو بقى ليه منصب وبدأ يعلم وبقى وزير التربية والتعليم لكن لما سافر إلى فرنسا كان مزال طالبا كان مزال طالبا فهمت؟ والكلمة دي أنا وضحتها في الحلقة اللي فاتت لما يجيلي كلمة التلاميذ يبقى سافروا إلى تركيا وقلت لما يجي يقول الناظر بتاع المدرسة والمعلمين بالمدرسة يبقى أنا بتكلم على الجزئية بتاعة فرنسا في عندك أي سؤال تاني عبد الرحمن؟ لا شكرا طبعا أنا عاوزك قبل شكرا عبد الرحمن عايزة عايزة بس سألنا بس ما أنا لسه كنت أقول لك أوه أنا عاوز بس قبل ماشرح نفس وطني أنا عاوز قطعة النحو عشان يبقى احنا قولنا كل حاجة اللي ولادنا يوسحي بصي بصي عبد الرحمن كده اللي موجودة القطعة اللي موجودة على الشاشة كده شفتها؟ عبد الرحمن تراتي فيه؟ أنا هنا شايف القطعة؟ أه طيب الراحمون يرحمهم الرحمن فالرحمة ثمر فيه بستان الإيمان قبل ما نقوله نكمل القطعة أنا عاوزك تعرف الراحمون وتعرف بستان وأقول لك شكرا وكتر خيرا الراحمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الوا وعلامة رفع الوا وليه؟ لأنه إيه عبد الرحمن؟ برابع عليك تماما أنه جمع مذكر سالم طيب بستان يا بستان بستان اسم مجرور وعلامة جر القصر اسم مجرور بفيه لحرف الجر وعلامة الجر الايه؟ الكسر شكرا يا عبد الرحمن تابع معنا الاخر الحلقة عشان القطعة دي وسحاتم أنا عاوز أنا وحضرتك أنا مش هجب لها أسئلة أنا عاوز هخترع لها أنا وانت دلوقتي أسئلة عشان أولادنا يشوفوا إزاي قطعة عادية من أي حاجة لو جيبها من جورنال يعني أنا جيب دي من جورنال بس القطعة دي أنا عاوز أقول لولادنا نطلع منها إزاي حتى هو اللي يطلعها غير بكلمات الملونة وبكلمات اللي بتحطها خط اللي هيعاربها أستخرج إزاي عشان التهى اللي احنا بنحصل فيها دي طيب أنا عندي أستاذ سعيد مثلا لما يجي لي يقول لي مثلا كلمة الرحمون حضرتك قلت مبتدأ مرفوع علامة رفع الواب لو جاء اللي كلمة الرحمن يعري بكلمة الرحمن الناس كثيرة قوي هيخش عليهم الأمر ويقول لك إيه؟ مفعول بيه منصوب علامة نظم الفتح مفعول بيه منصوب علامة لغة مين اللي بيرحم؟ الرحمن يبقى الرحمن فاعل يبقى كلمة الرحمن فاعل طب أما للضمير ده إيه؟ هو ده المفعول بيه شوفت حضرتك قلت إيه؟ لأن أولادنا دايما بيعتقدوا حاجة جميلة واحدة 2-3 يعني يرس الحاجة طب رقم 3 مين يبقى أنا عندي هنا هو المفعول بيه لأن في ضمائر لما بتتصل بالأفعال بتبقى هي الفاعل زي وهو الجماعة وتاء الفاعل والف الاثنين وياء المخاطبة لكن هنا ده الضمير ده دايما لما يتصل بالأفعال بيقرب مفعول بيه وهتخدوه السنة الجاية مفعول آآ ضمائر النصب فالرحمة ثمرة هنا بدأ جملة جديدة واحد يقول له الرحمة هنا يقول له الرحمة اسمه مجرور على مجرور على مجرور كسرة الفا ليست حرف جر الفا ليست حرف جر ماشي يا محمود ازايك عامل ايه؟ الحمد لله تمام اقرب لي كلمة ثمرة يلا اقرب لي كلمة ثمرة اقرب لي كلمة ثمرة الرحمة ثمرة خبر مرفوع على مجرور الضم الله ينور عليك يبقى ثمرة مرفوع ليه لان ده مبتدى ده ايه مبتدى ايه ده هو مبتدى بيجي فوس الجملة عادي انا عندي القطعة كلها مقسمة الى مجموعة من الجمل طيب انا عايز اقولك على حاجة من القطعة اللي موجودة قدامك عايزك تستخرج لي فيه اسم من الاسماء الخمسة واعربه زي زي اعرابه مضاف ليه مجرور على مجرور ليه لانه اسم من الاسماء الخمسة اه طب اعرب لي كلمة ضعيفا فيه اهيه مفعول بيه منصوب علامة ناصر الفتح مفعول بيه منصوب طب رحيما حل فين دي رحيما اهيه كلمة الخبر عندك حل ولا مش حال انا مش حافة رحيما خبر كل منصوب علامة ناصر الفتح ايه خبر كل منصوب علامة ناصر الفتح يعني مش حال؟ لا طبعا نحن مش قادرين على محمود يا أستاذ حاتم محمود واضح أنه ما شاء الله ما شاء الله لعدك سؤالي تاني؟ استخرج لحال بقى استخرج لحال من القطع بس أنا عشان الوقت هقولك استخرج للحال من الجزئية دي يعني الجزئية الأخيرة دي من أول فكن رحيما ولا تظلم ضعيفا لطنهض الأمة بأبنائها لأنها في حاجة إلى الطراح لأنها في حاجة إلى الطراح والتعاون فلا تختلفوا فالرحمة تدخلوا نادرة الكلامة ورضوان خالدين فيها خرج لي بقى حال من هنا خالدين برافو عليك الودة يا مشاء الله عبد الرحمن لا محمود مشاء الله بحييك يا محمود وإن شاء الله ربنا يوفقك في امتحانك بإذنك إن شاء الله من المتفوقين يا محمود حالك هو التفوق ربنا يوفقك يا حول شكرا يا محمود طبعا أصحاتي أنا عاوز نكمل لأولادنا كمان بقى القطعة زي دي يشوف حضرتك أنت استخرجت منها إيه وشوفت منها إيه طبعا وبرغم أن أنا ما قلتش أسئلة بس الأسئلة أي لنفسها يعني أنا بقول بشور بقول أنا باستخرج إيه وإيه اللي موجود هنا هل ممكن ألاقي هنا نعت يا أسحاتي؟ أجيد طبعا ما فيش قطعة بتأخله من ناكرة صح كده؟ ما فيش قطعة بتأخله من حال؟ أه طبعا ما فيش قطعة بتأخله من ناكرة؟ لأن أولادنا لما جوهم برضو في قطعة القيارة أقول لك طب النكرة هي إيه؟ اسم ناكرة أنا عاوز ناكرة هقول لك على حاجة بقى الاسم النكرة اللي هتطلعه هو الحال اللي أنت هتطلعه مش الحال تعريفه اسم ناكرة منصوب؟ بيبقى الحال اللي هتطلعه هو هو اسم ناكرة على فكرة لو أنتو حتى الناس اللي تلغبطت في الحال كلمة مطمئنين أو أمينين عملتها حال وعملتها اسم نكرة أديك ضمانت درجة؟ لا بحنا مش عارضون يضمن درجة واحدة عارضون يضمن كله إن شاء الله أنت قلت لهم صح يبقى هو فعلا حل من عند حضرتك كده أن الحال هو الاسم النكرة اللي موجود عندي يعني أنا أردت سخرق اسم نكرة من كلمة حال ناعة موجود عندي ولا أسحاتي؟ عندي موجود كلمة الأمة العربية لتنهض الأمة العربية مين اللي تنهض الأمة؟ يبقى الأمة فاعل مرفوعة علامة رفعه الضمة يبقى العربية هتبقى نعت مرفوعة علامة رفعه الضمة اللي كنت متوقعة حصل اسحاتي حلقتنا جريت طيب أنا عايز بس أذكر أولادنا في دي إوعى تنسى لما يجي لك كلمة في وسط القطعة ويقول لك يا مصري ماشي يا مصري أو يا مصريون لو جالك دي وقال لك استخرج نكرة من القطعة دي اسمها نكرة مقصودة اسمها نكرة إيه؟ مقصودة هل دي هتبقى نكرة؟ لأ هتبقى معرفة هتبقى إيه؟ معرفة لأن ممكن السؤال يجي لي يقول لي يا أستاذ سعيد يقول لي استخرج نكرة تعمل معرفة نكرة ممكن سؤاله إحنا بنظهرها على الأسئلة اللي صعبة عشان ما حانش قول لي كان سؤال صعب يقول لك استخدم كلمة نكرة عملة معرفة اللي هي دي دي الحالة الوحيدة لما يجي لي بعد أداة النداء دي اللي هو المنادة نكرة مقصودة بيقرب إيه؟ بيبقى بيعتبر معرفة جميل قوي أنا عاوز أقول لنا أوهي لأولادنا ومع من يقول لنا عشان أولادنا يبقى عارفين الحاجة إن في مراجعة دراسات الساعة الرابعة النهاردة برضو إن شاء الله لمحافظة القاهرة والمحافظات اللي هتمتعن دراسات بطريقة يعني وفي رياضيات مراجعة ليلة الامتحام من خمسة ونص لستة ونص الصف السادس اللي بتدائي إحنا مرحلتنا دي مرحلتنا إحنا اللي حم تتكلم فيها النهاردة كله بتدائي يا جماعة اه رياضيات مراجعة ليلة الامتحام من خمسة ونص لستة ونص ده لغات والعربي بتاعها من سبعة لتسعة لربع العربي بتاع اللي هو رياضيات برضو اللي موجودة من سبعة لتسعة لربع يعني يبقى المثل أول وبعد كده رياضات العربي تمام كده يبقى احنا كده اقولنا الموعيد اللي هما ولادنا ان يحصل اختلاف في الجدول عشان ولادنا بس يقبقوا ايه متابعين الحكاية كلها تمام كده سيد حاتم انا لسه برضو معرفتش اذا كانت حلقتنا انتهت او لسه فانا عاوز اقول بس حاجة قبل ما نقول لولادنا انت قلت لهم الناكرة لا دي مش ناكرة سيد سعيد دي معرفة لانها هيقول لك ممكن يجي لك ايه ناكرة ناكرة وردت في القطعة معرفة يبقى هادي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تيجي اول معرف بالاضافة الكلمة اللي جاية قبل المضاف اليه يعني الكلمة اللي جاية قبل المضاف اليه في اي حاجة سعيد لا ما انا بس كان نوهي الى الحاجة فانا عاوز بس يكون رحيما دي اللي قالها محمود بسرعة نعم الفعل الامر هنا لما جيه في ساعات ولادنا يقول لك لما يجي افعال المنصيقة قصة تيجي امر تيجي مضارع تيجي زي ما تيجي المهم اللي موجود عندي ده كون رحيما وقلتها أنت قبل كده أفعل ناسيخة وجاي اسمي منصوب بعدها أعرف أنه ده خبرها مش حال بس كده مش إيه بقى مش حال مش حال وكده حالنا وحال حلقتنا انتهى يا أس حاتم نتمنى 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 أولادنا يكون استوعبوا الدرس كمان والتركات اللي حصلت أس حاتم بشكرك وبشكر أولادنا على متابعتهم بقول لأولادنا بالتوفيق رب دوموا واستمروا بقى كده على المتابعة مع الحلقات اللي موجودة عشان نوصل للدرجات النهائية معاكم ومعانا إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة